قول لي بقى انت كنت طبعا بتتابع من وانت صغير زي ما كلنا بنتابع المسلسلات الوطنية والأفلام الوطنية ايه اكتر شخصية كانت بتعجبك في نوعية الأفلام دي وكنت نفسك تمثلها بما انك مثلت حاجة في مسلسل وطني في رمضان اللي فات لا يا كل الأعمال الوطنية دي مخلدة في ذكرتنا كده كده يعني سواء مسلسل سواء فيلم يعني مين هينسى مثلا دموع في عون وقعه يعني مين هينسى رقفة الهجان طب كنت عايز تعمل ايه في دموع في عون وقعه مصطفى اخوه اخوه انا ومشهد عجبك لمصطفى لا اي مشهد له سيزم يعني محمود الكندي طبع اي مشهد عظيم انا كنت عايز اعمل دور صلاح قبيل تسدك كان هايليه فهلا انت عايز تعملي دور ايه كان هايليه هفوتهاي لك دي انت بتعايز تعملي دور ايه معالي زي اكيد طبعا هقولي اخد كده رقفة الهجان لا كتير انا ودور رقفة بقى يعني بيجبني قوي اعدام ميت انا ودور عجبك يعني طبعا طبعا دي حاجات يعني اللي هو دي احلام بقى اللي هو احنا بنحلم يعني تعالى نحلم يعني لا دي الاحلام بقى الكبيرة انه يتعامل العمل تاريخي والواحد يكون مؤثر فيه بالشكل دوت ويقعيش السنين دي كلها الاستاذ محمود عبدالعزيز طبعا وكل الاستاذ العظام اللي عندنا والادوار اللي حواليه طبعا عاشت زيه طبعا مين مثلا ينسى الاستاذ عزة العليلي مثلا مع الاستاذ نور الشريف في الفيلم بيرخيانة مثلا يعني لا في حاجات في حاجات عظيمة نورت في مناطق وفي حاجات معمولة على مواقف بقينها مثلا فيلم 56 ناصر 56 الأستاذ العظيم الأستاذ أحمد زكي طبعا دي أعمال كلها مهمة وكلها تاريخية وبتقرخ لبلد عمرها سبعة تلاف سنة فلو لو أي دور طبعا نحلم طيب لو أنت فكرت أن أنت دلوقتي تخرج مسلسل زي مسلسل لاختيار السنة الجاي أو السنة دي إن شاء الله نحضر له عشان احنا كلنا طلبناهم أن احنا لازم السنة الجايب وقدنا ثلاث مسلسل يبقى الاختيار ونعمل مسلسلين تاني وطنيين على القلب بيخلي كده في مسل أعلى يعني طبعا هو فيه كمان الأستاذ أحمد عز بيعمل مسلسل تفكر أنت بقى لو هتخرج مسلسل إيه أو قصة مين لو أنت هستعملها أنت السنة الجايب هو فيه فترات كتيرة جدا أنا مثلا فيه الفترة بتاعت نهاية الحملة الفرنسية والفترة دي كان فيها صوار وكان فيها ناس بتحافظ على البلد اللي هي ما قبل الحملة الفرنسية لحد 1805 مثلا اللي هو عهد محمد علي الفترة دي كان فيها عمر مكرم وكان فيها أبطال كتير جدا جدا فإحنا لو نورنا على النماذج دي كمان في الفترة دي ودي فترة غنية جدا في العصر الحديث وبداية العصر الحديث في محمد علي طبعا دي فترات كلها مهمة جدا لأن احنا ننور بيها فيه الأستاذ بيعمل أستاذ كريمة عبدالعزيز والأستاذ أحمد عز وفيه لسه إن شاء الله حاجات أبطال الشرطة كريمة عبدالعزيز هيعمل الزئبة هيعمل الاختيار الثاني كريمة عبدالعزيز الزئبة الزئبة لا لا الاختيار جبير كرارة لا الاختيار الجزء الثاني كريمة عبدالعزيز هيعمل شخصية تانية غير المنسي يعني خلاص كرارة كده مش هيعمل الزئبة وبعدين الكرارة ماينفعش بعد المنسي يعمل دور تاني لحد تاني. هو دلوقتي يشغل مع سيد احمد ساقم. عشان يتسد.